النصاب يعطل البرلمان مرة أخرى تعثر يعرقل التصويت على قوانين وتشريعات مهمة وصلت إلى مرحلة التصويت لكنها تصطدم بعدم عقاد الجلسات هناك مشاريع معطلة وهذه المشاريع اليوم إلها دور فاعل في تحسين الوضع الوظيفي تحسين الوضع القضائي يعني مجموعة من الإجراءات والمحاور من المفترض أن تنفذ وتقرأ قراءة ثانية وثالثة ويتم التصويت لكن لحد الآن المؤشرات يعني اليوم الزامن عدت مع زيارة توفد إلى فرنسا وزامنت مع بعض الأخوة اللي لم يحضروا من قريم كردستان وبينما يعللوا نواب عدم انعقاد الجلسات هو التهرب من ضغط بعض الكتل لاستجواب المسؤولين التنفيذيين لكن نوابا آخرين يفسرون إخفاق المجلس هو انشغال النواب بالدعاية الانتخابية عبر السعي لتوفير الخدمات والمشاريع البعيدة عن مهامهم الدستورية ذهاب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب إلى مناطقهم والعمل بالقضية الانتخابية هذا مخالف لتعليمات فوضية لأنه لحد الآن لم يعلن عن الحمل الانتخابي هذا من جهة من جهة ثانية مجلس النواب عليه أن يؤدي وظيفته إلى يوم 17 عدم انعقاده وخلل كبير وتتحمل هذه المسؤولية بشكل صريح وواضح رأسة البرنامج مطلوبة حقيقة من هيئة الرئاسة أنه تشدد حقيقة في الإجراءات خاصة وأن النظام الداخلي مجلس النواب منحهم صلاحية طبعا انزال بعض العقوبات من الغياب وكذا وتشدد حقيقة في فرضها لانعقاد المجلس وفي ظلي غياب الرادع القانوني لتغيب النواب فإن تسريبات نيابية تتحدث عن أن رئاسة البرلمان ستعمل مع رؤساء الكتل النيابية لحث نوابهم لحضور الجلسات واستكمال التشريعات القانونية المعطلة وعلى الرغم من غياب القوانين الخلافية والاستجوابات من جدول أعمال جلسات البرلمان إلا أن المجلس يخفق أيضا بعقد جلسته المتكرر بسبب غياب النواب وعدم اكتمال النصاب سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة